طيب أخبار الأهل في المونديال نهاردة بقى خلاص بدأ العمل على قدم وساق وعندنا مجموعة من التفاصيل والأخبار ودائما معودنكم كده كل الكواليس وكل الأمور التنظمية المتعلقة بكأس العام الأندية ما بتتقلش إلا هنا عبر شاشة قناة الأهل وفيها أخبار حصرية كتيرة بارح قلنا تفاصيل كتيرة والحمد لله ردود الأفعال كانت يعني الحمد لله الناس كانت مبسوطة بالاستقبال وفي السفر وكل التفاصيل لكن لو هتكلم بقى عن الأخبار أول حاجة طبعا الحمد لله يمكن بأسة النادي الأهلي نتيجة العينة اللي تم سحبها بالأمس البي سي آر من الفريق في المطار فور الوصول البأسة بالكامل الحمد لله سلبي كورونا في المونديال فيما عدا العميد محمد مرجان المدير التنفيذ للنادي الأهلي والمنصق الأمني للبأسة المسحة يعني للأسف طلعت إيجابية وهيكون فيه مسحة جديدة خلال الـ 72 ساعة اللي جاية للإطمئنان بالتأكيد على وجوده الحمد لله الحالة الصحية جيدة وما فيش أي أعراض لكن يعني النتيجة هي اللي طلع إيجابية ففيه عزل المدة 72 ساعة يتعامل مسحة أخرى للعميد محمد مرجان وإن شاء الله بإذن الله بعد هذه المدة تكون المسحة سلبية ويقدر بقى يمارس نشاطه مع الفريق ومع البعثة محتاجين جهود كل الناس اللي مجودين مع الفريق